اشتركوا في القناة ومثمنا الدعم المتواصل التي تقدمه لنصفة حوق الشعب الفلسطيني بما فيه حقه في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة اكد ان القمة العربية التي استضفتها مملكة البحرين في مايو الماضي تبنت مبادرة مهمة لعقد مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين ودعم جهود الاعتراف بالدول الفلسطينية وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة جرى خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية سلفانيا وما تشهده من تقدم وتطور على كافة المستويات في ظل الرغبة المشتركة لتقوية أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات بما يحقق طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين كما تم تبادل وجهة النظر حول التطورات ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات الوضع في قطاع غزة والجهود العربية والدولية التي تبذل لوقف دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين والأعيان المدنية وإطلاق صراح الرهائن والمحتجزين وتسهيل إصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين دون عوائق